وقانون الانتخابات الاخره اخلاقت الحياة السياسية من خلال تكريس الفصل بين المال والسياسة محاربة الرضاء في التسيير اخلاقت جميلة هذه الكلمة اخلاقت الحياة السياسية اخلاق مثلا ان يعين مثلا تبون يتدخل جنرال لشخم باش يعين راجل بنته وزير مثلا هذه اخلاق على سبيل المثال يتدخل ابو عز وسيني اللي كانوا يحقوا معاه وكان على ابواب ان يدخل للسجن الآن رام رجعوه بعدين راح نتكلم ايش كون لي رجعوه ولماذا هذه التوازنات عادت من جديد لان نعرف انه كان يريد ان يأتي بميهوبي هو وبدوي والوزير الداخلية السابق ومجموعة ولات وفي اخر لحظة القيصال قال لهم لا نيات قلت لكم تبون يعني تبون وبعدها تم توقيف هذا ابو عز وسيني والتحقيق معاه وكان على ابواب ان يسجن الان تدخل الجنرال بن علي بن علي اللي هو صديق له وقديمة وعلاقة قديمة ترتبط ايضا بالمنطقة وبانهم في نفس العلاقات الفكرية وكانوا خدموا مع بعض الى اخره فاذا به قلت العلاقات الفكرية جغرافية ما عندهمش افكار هؤلاء اعيد ابو عز وسيني الى اي مدى سيبقونه هذا كلام اخر ربما انت حدتوا عليه في فرصة اخرى لكن اخلقت الحياة السياسية بتعيين هذا المسمى دادع زوج بنت لشخم وزير مثلا هذا مثال عالي من امثلة الاخلق بتعيين هذا الوزير اللي قالوا شاب ما شاب صاحب نسكرافاطا هذا اللي في الحقيقة كان احد العملاء اللي اشتغل عند الحنوشة فجبتوا جبتوا دولة الحنوشة جبتوا المخابرات ووضعتوا وزير على اساس باش يقول لك عمره ستة وعشرين سنة ويتباهون وزير عمره ستة وعشرين سنة اعطونا للحقيقة وين ها وش كان يدير اخلق مثلا بتعيين شخص قال الشعب الجزائري اغلابيتو من الحراك سي دي كافار هذا البوبل دي كافار هذو قرلوات هذو خنافس مثلا وهو الذي فشل في كل شيء تعطيه لويدا لك وزير الصناعة مثلا اخلق اخلق في انك تعطي منصب وزير تعليم العالي اللي هو المفروض التفكير والجامعات والطلبة الى شخص يقول صراحة الفوكل الجيري دي فيندرالو بورت درافو دلا فرانسون افريك على الجزائر ان تكون حاملة الرايا الفرنسية في افريقيا حاملة حامية معناها حامية المصالح والحقيقة ان ابو تفليقة وقايد صالح ومن كانوا معاه لم يقصروا في ذلك والدليل فتحهم للاجواء ناهيك عن فتحهم للخزائن وفتحهم لاشياء كثيرة والدليل ان تبون في اول خرجة له ولكي يبعث برسالة قوية لسالة الاليزي لرهم غاضبين شوية او لابدوا بعض الامتعاض وبعض الغضب اول شي راح يتكلم مع شعبه بلغة الفرنسيس على قول العجبني اليوم واحد يعلق قال مادم تكلمونا بالفرنسية خلصونا بلورو ما هو حقيقة كانت رسالة واضحة في الحقيقة من تبون لسالة الاليزي ان كما قال وهو تعيين هذا الوزير هذا اللي عينه هو وزير للتعليم العالي كان هذه رسالة كبيرة للفرنسيين رانا سنكون لبورت درابو هذا النظام هذه العصابة ستبقى لبورت درابو دي زنتري فرنسيون افريك في الحقيقة وما وراء افريقي حتى اذا استطاعوا واضافوا اذا في الحقيقة بيان مكرر معروف عارفينه وكما قلت يستطيع الناس لو يعودوا الى البيانات اللي كانت تصدر حتى ايام الشادل من جديد سيجدون انها ما صدر على ما يسمى اليوم بحكومة تبون تقريبا نفس الشي نفس الشي محاربة الرداءة في التسيير واشياء اخرى والرداءة في التسيير في الحقيقة ان تبون هو لكنجو كنجة الرداءة في التسيير تتمثل في شخص واحد لكان تبون اثنين وخمسين سنة في هذه الادارة وما زال يجيبوه باش يواصل باش يكون واجهة مدنية وقبل باش يكون واجهة مدنية وهو يعرف وهو كان يرى كان يعرف كان يشاهد يوميا الرفض العارم للشعب الجزائري اللي انتخابت بغض النظر عن اصلا من يكون فيها ما فيش انتخابات مع العصابات مش معناها انها ما تتمش فقط تقدروا فرضتوها ومررتوها لكن ما فيش معناها الاعترافة بها لن يعترف بها اغلبية الشعب الجزائري ابدا ابدا وحتى اللي كانوا فرحانين بالاصبع الازرق هاو كثير منهم كونساب و كونيا كل هذاك الاصبع يقطعوه كثير منهم ندموا طبعا اللي كانوا مستخفلين بالرغم ان الناس كثير حذرتهم و الناس كثير و كم عجبني بيان اطارات جبهة الاسلامية لأصدر لطرد علي الجدي وهو جاوز الستين كان فرحان بيتصور بصبعه على اساس انه هذا قيادة من قيادات الفيس هاي قيادات الفيس لذبحة الشعب ذبحاته بسوء التصرفات اذا ما ذبحاتوش و ما دخلتش في العمل الحقيقي تعالذبح وهذا واقع الا ان تصرفاتهم ساهمت في ذبح شعب جزائري علي الجدي هو هذه الوجوه البائسة التي تصدرت الموقف في التسعينات وما بعد التسعينات او على الاقل كان يشار لهم على اساس انهم قادة للجبهة الاسلامية وفي الحقيقة لا علاقة لهم لا بمشروع الجبهة الاسلامية ولا بترحية اخوانهم ولا بترحية الشعب الجزائري ولا وهو بلهم الصبع الازرق اللي كانوا فرحان بيهم النوفمبرية البنديسية اللي كانوا يكرروها ويردوها اخوانهم